بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم أصدقائي وعزائي طلاب الصف الأول التعليم المستمر حياكم الله في لقاء متجدد مستمر على مادة اللغة العربية وتحديدا في مادة لغتي للصف الأول التعليم المستمر من هذا الفصل الدراسي الأول أهلا ومرحبا بكم نستكمل بإذن الله عز وجل في هذا الدرس وسنأخذ بإذن الله في هذا الدرس آخر دروس حرفنا وضيفنا الحرف ن وهو الدرس السادس من دروس هذا الحرف الحرف ن أحبتي الحرف ن من حروف هذه الوحدة الثانية الوحدة الثانية كلها التي بدأناها من الحرف ب ثم تا ثم ثا والآن نحن في حرف ن كل هذه الحروف أحبتي تتميز شكلا بماذا؟ أحسنتم بارك الله فيكم أن لها شكلان مختلفان شكل يأتي في أول وأثناء الكلمة وشكل آخر يأتي في آخر الكلمة فأخذنا با وتا وثا ونحن الآن في حرف ن حرف ن يا حبتي ست دروس نحن الآن في الدرس السادس في الخمسة الدروس السابقة يا حبتي تعرفنا على صور وثم بعد ذلك صور مع كلمات حوة الحرف ن ثم بعد ذلك صور وجمل مجموعة من الكلمات حوة الحرف ن بأصواته المتعددة وشكله المختلفين ثم بعد ذلك انتقلنا إلى قراءة كلمات أتى فيها الحرف ن فوجدنا يا حبتي وعرفنا أن الحرف ن حرف يكثر تداوله واستخدامه في لغتنا والدليل في ذلك أن أكبر قدر ممكن أخذناه من الكلمات التي نقرأها أخذناه في هذا الدرس حتى الآن الحرف ن فأخذنا تقريبا عشر كلمات قرأناها سويا كل هذه الكلمات حوة الحرف ن إما في أول الكلمة أو في آخر الكلمة أو في أثناء الكلمة قرأناها سويا وسنعيد مراجعتها كذلك وقراءتها بإذن الله في هذا الدرس وكذلك يا حبتي تعرفنا على أصوات الحرف الرئيسة الثلاثة وهي صوت الفتحة والضمة والكسرة فصوت ن بصوت الفتحة ن وصوت ن بحركة الضمة ن وصوت ن بحركة الكسرة ما هو؟ أحسنتم ن ثم بعد ذلك انتقلنا إلى نطق صوت الحرف ن بصواته الرئيسة الثلاثة القصيرة أو الطويلة وهي الحرف الطويلة تأتي بحركات الرئيسة الثلاثة وبعدها حرف مد فقرأنا حرف ن بالفتحة ن ثم قرأنا حرف ن بالفتحة والمد فقلنا ن وحرف ن بالضمة ن وحرف ن بالضمة وحرف المد ن وقرأنا ن بالكسرة ن صوت قصير وحرف ن بالكسرة هو مد الإ وقلنا ن ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة أخرى وهي هامة جدا لا تقل وهمية عن المراحل التي سبقتها وهي كتابة الحرف ن حيث أن الحرف ن يا حبتي يتميز ويختلف عن الحروف الثلاثة السابقة التي أخذناها في هذه الوحدة الثانية وحدة مدرستي أن الحرف ن عندما يأتي في آخر الكلمة فإنه يبدأ من آل السطر ينزل أسفل السطر ثم يصعد مرة أخرى أما باء وتاء وثافلاء ينزلون أبدا أسفل السطر ثم بعد ذلك في الدرس الماضي يا حبتي أخذنا كلمات جديدة حوض ضيفنا الحرف ن تعرفنا على إشكال الحرف وقرأناها سويا ثم في آخر الدرس الماضي يا حبتي أخذنا الضميرين أنا ونحن فإذا كنت أنا لوحدي فإذا كنت شخصا واحدا أتحدث عن نفسي فأستخدم الضمير أنا وإذا كنا مجموعة نتحدث عن أنفسنا فنشير إلى أنفسنا بقولنا أحسنتم نحن بارك الله فيكم الآن يا حبتي في درسنا هذا يا حبتي لدينا تعلم جديد ولدينا مهارة جديدة ولاغنا عنها ومهمة جدا وهي مهارة النص القرائي وقبل ذلك يا حبتي كما تعلمون هذه الكلمات التي أخذناها في الدرس أو في درس سابق هذه هي الكلمات العشر الخاصة بدرسنا حرف ناء تذكرون أخذناها في الدرس الثالث من دروس هذا الحرف أخذنا هذه الكلمات العشر راجعوها جيدا لأن بعد قليل بإذن الله عز وجل سيكون لدينا نشاط في صفحة 110 يحتوي على حروف ناقصة المطلوب مننا أن نكمل هذا النقص ولكن قبل هذا أريد منكم أن تقرأوا هذه الكلمات فهذه الكلمات ربما التي تكون في هذا النشاط تتعلق بهذه الكلمات بالتأكيد كما عرفنا في دروس سابقة وحروف أخرى إذن هذه الكلمة ما هي؟ أحسنتم منزل منزل وهذه الكلمة أنا أحسنتم أنا جابه سريع ورائع هذه الكلمة نساعد نساعد وهنا التعاون التعاون ثم ردينا هذه الكلمة ينسق ينسق ثم هذه الكلمة يا حبتي وهي نظافة نظافة وهذه الكلمة نافذة نلاحظ يا حبتي الحرف الملون هنا الذي لونناه هو الحرف نا فإما أنه يأتي في أول كلمة أو يأتي في أثناء الكلمة بحركاته المختلفة وهنا نا نافذة وهنا نتكنس وهنا يا حبتي نا كذلك نحب نحب وهذه الكلمة هي نحن نحن حسناً حسناً ولكن حتى تكتب الحركة بشكل صحيح لابد أنك تقرأ الكلمة وتنطق صوت الحرف ثم تكتب الحركة إذن المطلوب يا حبتي هنا تحديداً كتابة الحرف نا في هذه الكلمات بشكل صحيح بعد ذلك قراءة هذه الكلمات ومن خلال قراءتك ونطقك لصوت الحرف نا في هذه الكلمات الأربع تستطيع أن تستنتج الحركة الصحيحة التي تكتب على هذا الحرف الحرف نا حسناً نلاحظ هذه الكلمات الأربع ينقصها الحرف نا ونلاحظ هنا في مواضع متعددة ومختلفة وهنا في أثناء الكلمة هنا في الآخير هنا في الأول وهنا في أثناء الكلمة حسناً خمس دقائق لإنجاز هذا النشاط اكتب الحرف نا اقرأ الكلمة ثم اكتب الحركة الصحيحة المناسبة لصوت الحرف نا في هذه الكلمة هيا يا حبتي خمس دقائق ونعود بإذن الله اشتركوا في القناة 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 هذه الطريقة تماما ونرسم نقطة الحرف ثم نقرأ الكلمة قبل أن نرسم الحركة نقرأ الكلمة ما هذه الكلمة أحسنتم لاحظوا لاحظ معي صوت الحرف ن ما الحركة الصحيحة المناسبة صوت ن أحسنتم بارك الله فيكم إنها حركة الضمة نرسم الضمة يا حبتي في أعلى الحرف إذن تكنسو الحركة هنا المناسبة لصوت نو هي الضمة بارك الله فيكم إن كنت كذبتها بهذه الطريقة وبهذه الحركة فضع لنفسك علامة صح إن كان غير ذلك فضع عندها علامة حتى تعرف مواطن الخلل لديك حتى تستطيع التركيز على مواطن الضعف لديك فيا حبتي دائما في حياتنا حتى نطور من أنفسنا نقيم أنفسنا ذاتيا في كل مرحلة من مراحل عمرنا ونسلد الضوء على مواطن قوتنا فنعززها ومواطن الضعف فنصحيحها الكلمة الثانية ما نوسم الحرف ن هنا في هذه الكلمة نلاحظ الحرف ن هنا أتى في آخر الكلمة كيف نكتبه؟ هل نكتبه بهذا الشكل؟ أحسنتم خطأ لأنه أتى في آخر الكلمة رائعون حسنا هل نكتبه يا أحبتي بهذا الشكل؟ لماذا خطأ؟ أحسنتم نعم بارك الله فيكم لاحظوا يا أحبة الحرف ن هنا أتى مستقرا على السطر لم ينزل أسفل السطر وهذا خطأ إذن نرسم الحرف ن بشكله الصحيح وهو في آخر الكلمة بهذا الشكل ينزل ثم يصعد ونقطة الحرف في الأعلى نقرأ الكلمة سويا ما هذه الكلمة؟ التعاون التعاون لاحظوا التعاون التعاون حرف ن هنا ما صوته؟ أحسنتم صوته ن حسنا ما الحركة المناسبة للصوت ن بارك الله فيكم أحسنتم إنها حركة الضمة نرسمها يا أحبتي فوق الحرف ن التعاون ننتقل إلى الكلمة التي في الأسفل هنا لاحظوا هنا نرسم الحرف ن حرفنا هنا أتى في أول الكلمة كيف نرسمه؟ بهذه الطريقة متصلا بالذي بعده يا أحبتي ضروري أن نصل الحرف بالحرف الذي يأتي بعده نرى هنا يا أحبتي الحرف ح يمد كأنه يمد يده للاتصاب الحرف الذي قبله وفي اللغة العربية نلاحظ يا أحبتي أن الكلمات في لغتنا العربية تكون الحروف متصلة لاحظوا متصلة يصلها الحروف متصلة ببعضها البعض وهذا ما يميز اللغة العربية حسنا نقرأ الكلمة هنا ما هذه الكلمة؟ نحب أحسنتم نحب نحب لاحظوا معي يا أحبتي نحب نحب نسلط الضوء ونستمع جيدا لصوت الحرف ناء هنا في هذه الكلمة أين أتى؟ نحب أحسنتم نو هذا هو الحرف ناء نحب نو ما الحركة المناسبة للصوت؟ نو رائعون كذلك إنها حركة الضمة نرسم الحركة نرسم الحركة على الحرف بهذه الطريقة كلمة الرابعة نرسم الحرف ناء هنا لاحظوا الحرف ناء في أثناء الكلمة فإنه يتصل بالكلمة التي قبله بالحرف الذي قبله وبالذي بعد بهذه الطريقة ونرسم النقطة مهمة جدا يا أحبتي نرسم نقطة الحرف حسنا نقرأ الكلمة هذه نلاحظ فواز ماذا كان يفعل بالزهور أحسنتم يونسق يونسق الآن نسلد الضوء على صوت الحرف ناء لاحظوا معي يونسق يونسق يونس نس ناء 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 ما الحركة الصحيحة للصوت ناء أحسنتم إنها حركة الفتحة إذن نرسم الفتحة أعلى الحرف ناء بهذه الطريقة تماما إذن أربع كلمات سبقا درسناها ماذا فعلنا هنا حروف لم تكتب كتبناها وهي هنا بالمناسبة الحرف ناء قرأنا الكلمة ومن خلال قراءتنا للكلمة وتركيزنا على صوت الحرف عرفنا الحركة الصحيحة ورسمناها فوق الحرف بهذه الأشكال التي ترونها أمامكم حسنا يا حبتي ننتقل الآن لديكم في الأسفل إلى آخر أنشطة هذا الدرس وهي قراءة النص القرائي المتعلق بهذا الدرس حسنا يا حبتي سريعا بأبصاركم بدون تحريك شفاهكم مروا على هذه الكلمات مرورا سريعا خلال دقيقة واحدة للتعرف على كلمات هذا النص سريعا ثم بعد ذلك عودوا مرة أخرى للتركيز على الكلمات التي حوت الحروف الملونة وإكرؤوها سويا فإنكم تعرفونها جيدا ثم بعد ذلك عودوا إلى الكلمات التي كتبت باللون الأسود لمحاولة قراءتها فهي بالتأكيد يا حبتي والمناسبة كلمات بعضها مر علينا سابقا إذن خلال دقيقة واحدة مرورا سريعا بأبصارنا على كلمات هذا النص ثم بعد انتهاء الدقيقة في دقيقة أخرى أو في دقيقتين أخريتين أريد منكم قراءة الكلمات الملونة ثم في الأخير يا حبتي في آخر دقيقة أو في دقيقتين أخريتين أريد منكم يا حبتي قراءة الكلمات باللون الأسود وهي كلمات يا حبتي كما أخبرتكم مرت علينا كثيرا في دروس سابقة هيا بنا يا حبتي خمس دقائق للاستعداد لقراءة هذا النص هيا بنا حسنا يا حبتي لقرب انتهاء الوقت أريد منكم يا حبتي الآن محاولة قراءة هذه الكلمات مع بعضين البعض حسنا هذه الكلمة باللون الأسود ما هي رغم أنها لم تمر علينا سابقا إلا أن هناك حروف نعرفها وكذلك شكل الكلمة نعرفه سابقا فهذه الكلمة هي قالت 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 لاحظوا قال ثم وضيفت لها تاء التأنيث فقلنا قالت ثم هذه الكلمة التي نعرفها سويا نورة قالت نورة ثم هنا هذه الكلمة ما هي نحن كذلك هذه الكلمة نعرفها نساعد هذه الكلمة أمي هذه الكلمة في أحسنتم إذن لاحظوا حتى الكلمات التي باللون الأسود نعرفها لأنها مرت علينا سابقا رغم أن هناك حروف يا حبتي لم نأخذها حتى الآن مثل حرف ما مثل حرف ف ولكن شكل الكلمة ككل نعرفه لأنه مر علينا كثيرا في دروس سابقا نظافة المنزل وكلنا نحب التعاون والنظام ثم هنا لاحظوا أنا اتصرت بها فَأَنَا أُنَظِّفُ نَافِذَةَ الْغُرْفَةِ وَأُمِّي تَكْنُسُ وَفَوَّازٌ يُنَسِّقُ الزُّهُورَ إذن لاحظوا ما يا حبتي لاحظوا يا حبتي هذا النص تأملوا أن هنا في هذا النص تقريبا أكثر أو تقريبا كل النص تقريبا كلمات هذا النص كل كلمات هذا النص تقريبا نعرفها لأننا إما أننا درسناها في هذا الدرس وهي الكلمات الملونة أو كلمات مرت علينا في دروس سابقة مثل قالت أمي في فواز الزهورة حسنا نقرأ الجملة رددوا خلفي قالت نورة حسنتم نحن نساعد أمي في نظافة المنزل وكلنا نحب التعاون والنظام رائعون فأنا أنظف نافذة الغرفة وأمي تكنس وفواز ينسق الزهور جميل جدا بارك الله فيكم أحبتي أخيرا قبل أن نختم درسنا تأملوا معي هذا الحرف حرف نا حركته هنا ما هي الشدة مع الكسرة لاحظوا هنا الكسرة وليست الفتحة الكسرة عندما تأتي الشدة وأسفلها هذا الخط أو هذه الحركة فهذه هي الكسرة تكتبوا أسفل الشدة وننطق الحرف هنا نا ماذا نقول بصوت الكسرة نقول ني ولكن كسرة مع شدة ماذا نقول ني فنقول هنا والني والنظام والنظام أحسنتم كذلك هنا يا حبتي مهارة أخرى أو أشياء أخرى سنعرفوها لاحقا بمشيئة الله وهي هذين الحرفين عند وصلهما فإن هذين الحرفين هذا الحرف لا ينطق وهذا الحرف عندما وصلناه بوا كذلك لم ننطق فقلنا هنا يا حبتي قلنا وني 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 مباشرة كل هذه يا حبة مهارات أخرى مهارات كثيرة في اللغة سندرسها بإذن الله عز وجل ولكن مستقبلا نحن الآن نركز على دراسة الحروف بأصواتها وأشكالها وكذلك التمرن على كتابتها بحمد الله انتهينا من درسنا الحرف نا قرأنا هذا النص سويا أريد منكم يا حبتي بارك الله فيكم آمل منكم قراءة هذا النص التدرب على قراءته مرارا وتكرارا قراءته على من حولك فهذا يساعدك كثيرا جدا في تحسين مهارتك الكرائية شكرا لكم بارك الله فيكم التقيكم بمشيئة الله في الدرس القادم مع ضيف جديد حرف جديد صوت جديد إنه حرف ياء فبإذن الله التقيكم في الدرس القادم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر